السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الثانوية الأزهرية أهلا ومرحبا بكم في فقه جديد مش أقول لك فيديو جديد مع الفقه الحنفي النهاردة أول فيديو لدينا في فقه الحنفي ومعنا باب النكاح هنتعرف في باب النكاح على تعريف النكاح وهنتعرف على استعمالات لفظ النكاح وهنتعرف على حكم النكاح ودليله ومعنا لقاء خاص مع أحوال النكاح وهنتعرف برضو على حكمة مشروعية النكاح وأركان النكاح وما ينعقد به النكاح وحلقة خاصة جدا مع شروط النكاح وبعد كده هنتعرف على حكم شهادة الفاسق وشهادة المكفوف وشهادة المحدود في القذف كل اللي طلبوا منك أنك تركز معي جدا في الفيديو بتاع النهاردة واتذكروا أول بأول فيديو النهاردة حيبقى شيق جدا وجميل المهم لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد اللي تاخده النهاردة وتسمعه النهاردة وتشوفه النهاردة يبقى يتذاكر النهاردة يلا بينا نبدأ الدرس جاهز يلا بينا باب النكاح عزيزي عزيزاتي عايزين نتعرف بقى على معنى كلمة النكاح في لغة العرب ونعرف كمان معناها في الفقه جاهز تعال معاه النكاح في لغة العرب كان بيتفهم منها كلمتين بساط جدا الضم والجمع يعني الراجل لو بيجمع فلوس وبيضمها لبعض يبقى كده استعمل كلمة النكاح رزم رزم متبستفى قد كده ولو الراجل بيجمع حطب أو بيجمع خشب وبيضمه لبعض يبقى هو كده استعمل برضو كلمة النكاح ده في لغة العرب تعالى بقى نشوف الفقه عايز يقول لنا ايه قال لي والله هي هي الكلمة في لغة العرب الا ان عضف لها بس كلمة اسمها مخصوص يعني اقول ضم وجمع مخصوص هو ايه ده اللي مخصوص الجماع يا حبيبي الوطء يعني ايه ده هو في الموضوع ده بيحصل كده برضو ضم وجمع والكلام ده اه طبعا لان الزوجين في هذه الحالة بيجتمعان او حصل عملية الجمع وبينضم كل واحد منهم للتاني لدرجة ان هم يكونوا كالشخص الواحد وهو حصل عملية الضم مخصوص ده بقى ولا مش مخصوص يبقى اقول له كده بقى ضم وجمع مخصوص وهو الوطء اللي هو الجماع يعني طب بقول لك ايه فضلتك مفيش معنى تاني كده سهل وسلسل يمشينا الدنيا كده اه طبعا قال لك عقدي يفيد ملك المتعة قصدا الله ايوة كده بقى هو ده الكلام انا مش فهم حاجة افهمك يا سيدي دلوقتي يا معلم الاصل في التعامل ما بين الراجل والمرأة حلال ولا حرام يعني انت ماشي في الشارع دلوقتي وشفت واحدة عجبتك ينفع تمسك ايديها وتيجي معاها وتكلموا مع بعض ويبقى الحياة ايزي كده قال لك لا طبعا ما ينفعش لازم يكون في عقد بيجمع ما بينك وما بينها ده لو انت عايزها يعني يبقى عقد العقد ده هو اللي بيملكك المتعة هو اللي بيملكك التعامل مع هذه المرأة قال لك قصدا يعني على فكرة محدش اكبرك على الجوازة دي انت اللي اختارت البس بقى يبقى اذا عندنا في معنى كلمة النكاح في الفقه تعريفين تعريف زي التعريف اللغوي هقول له ضم وجمع مخصوص وهو الوقت يعرفنا ليه والتعريف التاني اللي هو عقد بيفيد ملك المتعة قصدا استعمالات لفظ النكاح ده موضوع سهل جدا وسهلس وبسيط عايزك تركز معايا عشان نفهمه كويس جدا تعال انا وانت كده نبحث في الدين بتاعنا ده كله عن استعمال كلمة النكاح بتشتعمل في ايه ابحث كده يلا وريني انا بحثت فعلا يا دكتورنا ولقيت ان كلمة النكاح في الدين بتاعنا ده كله ليه استعمالين بس استعمال بمعنى كلمة الوطء اللي هو الجماع واستعمال تاني بمعنى كلمة العقد بس بصراحة كده انا مش قادر اميز بين كلمة الوطء وكلمة العقد في الاستعمال يعني لو جاي نص شرعي دلوقتي مش عارف هو يقصد به الوقت او الجماع ولا يقصد به العقد هقولك لا يا سيد الموضوع ده سهل جدا احنا نعمل لنفسنا استنبا استنبا يعني ايه قاعدة يعني فنثبت كلمة الوقت او كلمة الجماع ونسيب الكلمة التانية فاي نص شرعي يجي لنا فيه كلمة النكاح نشيلها ونحط مكانها كلمة الايه الوقت او الجماع تعال اديك مثال على كده نجرب ونشوف الموضوع ده صح ولا لا اول مثال معانا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح فلو احنا شلنا كلمة النكاح دي وحطينا مكانها كلمة الوقت هتبقى عاملة ازاي هنقول ايه بقى ساعتها هنقول يا دكتور ولدت من وق حلال صح كده مظبوط كلامك مظبوط صح فعلا يبقى القاعدة بتاعتنا مظبوطة وصح زي ما قلنا ولدت من وق حلال يقصد بكلمة النكاح حين الوقت وده ناص شرعي طب معلش يا دكتور اديني مثال تاني كده مثال تاني عشان ااكد بس القاعدة دي خدي يا سيدي المثال ده كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء الا النكاح شيل كلمة النكاح حطي مكانها الوقت هتبقى عاملة ازاي هقول يا دكتور كل شيء الا الوقت اللي هو الجماع صح كده طب معلش يا خلينا جرب كلمة العقد هقول كل شيء الا العقد ما تنفعش لا صح كلامك مظبوط فعلا مش هتنفع شفت بقى يا سيدي يبقى معنى كده ان القاعدة بتاعتنا سليمة اي نص شرعي جيلا تلاقي فيه كلمة النكاح شيلها وحط مكانها كلمة الوقت او الجماع يبقى انا افهم على طول لما يقول للنكاح افهم منها الوقت او الايه او الجماع وده بيسموه الاستعمال الحقيقي يعني انا استعملت دلوقتي كلمة النكاح بمعنى الوقت ده استعمال حقيقي في كل النصوص الشرعية على اطلاق كلمة النكاح اترجمها على طول لكلمة الايه الوقت او الجماع طب يا دكتور معلش كده انا وانا بمر وببحث في الدين زي ما قلتلي لقيت نصوص شرعية تانية فيها كلمة النكاح لكن ما كانش ينفع معاها كلمة الوقت زي ما حضرتك بتقول كان ينفع معاها كلمة العقد نعمل ايه في الموضوع ده اديني مثال كده يا ابني اقولي كده انت تقصد ايه يعني مثلا يا دكتور زي قول الله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن فانا اجيت اعمل زي ما حضرتك قلت وشلت كلمة النكاح وحطيت مكانها الجماع او الوقت فلاقيت نفسي بقول فطأوهن او فجامعوهن باذن اهلهن هو يا دكتور الجماع ينفع فيه اذن الاهل يعني عشان قطر يحصل الجماع نجيب اذن الاهل لا يا ابني لا مش زي ما انت فاهم كده هو انت فعلا كلامك صح كلمة فانكحوهن هنا مش مقصود بيها الوطء خالص وانما مقصود بيها العقد وعرفت ده بقى وفهمت منين قال لي بقارينة بدليل ايه الدليل عشان ما تحترش وتدعي بنفسك وتوجع دماغك ان لما شلنا كلمة النكاح وحطينا مكانها كلمة الوطء لقيت ان بيقولك فطأوهن او فجامعوهن باذن اهلهن وهو الوطء يا حبيبي زي ما انت رسه ايه اللي من شوية عايز اذن الاهل اكيد لا طبعا اما ليه اللي عايز اذن الاهل العقد يبقى فين بقى القارينة بتاعتي او الدليل بتاعي اللي هو باذن اهلهن ما ينفعش الاذن الا في العقد في عندك امثلة تانية يا ابن عيز توضحها ايوة برضى دكتورنا لقيت قول الله تعالى في سورة النساء فانكيحوا ما طاب لكم من النساء عملت زي ما حضرتك قلت شلت فانكيحوا وحطيت مكانها فجامعوا فلاقيت المعنى ما ينفعش خالص بصراحة فجامعوا ما طاب لكم من النساء ايوة كلامك مصبوط فعلا ما ينفعش انما مقصود بها هنا العقد وده فهمنا بقرينا برضو لان العقد يا حبيبنا هو اللي بيختص بالعدد مش الوطن يعني انا ممكن اعقد على واحدة واثنين وثلاثة واربعة لكن مش هينفع عطأ ما طاب ليه من النساء ده مش معقول طبعا وعلى كده بقى يا دكتور صح زي ما حضرتك قلت لنا دلوقتي ووضحت لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاحة الا بشهود يقصد بهنا العقد لا عقدة الا بشهود لان او شلت كلمة النكاح يا دكتور وحطيت مكانها كلمة الجماع ايبقى لا جماعة الا بشهود وطبعا ما ينفعش يحصل ده في عملية الجماع يعني احنا لما واحد يجامع مرات ويجيب عليها شهود لا طبعا لا لا اعوذ بالله مفيش الكلام ده يبقى صح زي ما حضرتك فهمتنا كده وقلت لنا ان في قرينة هنا صرفت النكاح صرفته المعنى التاني اللي هو العقد اللي احنا لسا يلين عليه مظبوط كده يا حبيبي انت كلامك صح ودك انت كده فهمت وطبقت الوحدة مثال ثالث كنت عايز تقول طب ليه الشهوة دي كلها هو احنا ايه اللي خلان نص في العقد بكلمة النكاح ما كنا نقول العقد وخلاص يعني لما تجلنا الاية تقولك فانكحوهن باذن اهلهن اللي خلانا نقول فانكحوهن طب ما كنا قلنا فاعقدوا عليهن باذن اهلهن وريحنا دماغنا لا يا حبيبي برضا فهمك النقطة دي دلوقتي الجماع ده اعتبروا كباب مفتاحه فين مضعش ولا حاجة لا مفتاحه العقد العقد ده مفتاح الجماع يعني عشان اقدر افتح باب الجماع لازم يكون في عقد يفتح لك الباب ده فيبقى العقد هو اللي بيودي على طول الى موضوع الجماع زي بالظبط ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن السجين اللي كان مع سيدنا يوسف وطلب منه يفسر له الحلم ان هو شاف انه يعصر خمرة قال اني اراني اعصر خمرة والراجل ما كانش بيعصر خمرة اللي انت فاكرها وانما كان بيعصر العنب والعنب ده كده كده حيتحول لخمرة اللي هتقدم الى الملك لانه هو كده كده العنب اللي بيعصره ده في الاخر هيبقى ايه؟ هيبقى خمرة فقالك خمرة على طول اعصره خمرة بس كده يا مؤمن هو ده موضوع استعمالات لفظ النكاح سهلة ولا سهلة قوي؟ نيجي بقى لحكم النكاح ودليله يعني ايه حكم النكاح؟ يعني عايز اقول لك دلوقتي نكاح ده حلال ولا حرام؟ حرام؟ انت شاهد نفسك بتقول ايه؟ النكاح حرام؟ يا عم لا لا ما اقصدش قصد اقول لك يعني يجوز ولا لا يجوز كمان بتنايلها اكتر بقول لك ايه بقى ما تتعبنيش انا قصد اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى حكم على النكاح في الشرع ده بايه؟ النكاح ده فضلت الاستاذ اللي نعرف انه هو سنة حاجة مستحبة كده ومندوبة الله ينور عليك ابو جبل بس حقيقي قلبي زي ما انت عارف ان احنا ما ينفعش نتكلم كلام الا بدليل ايه الدليل على كلامك ده ابو جبل وانا هقول لك دليل واحد انا هقول لك كمية ادلة دلوقتي ايوة كده يا دي ابو جبل تربني بقى تربني كده وسماعني خد عندك يا سيدي هديك دليل من القرآن ومن السنة ومن الاجماع الدليل من القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال لك فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال لك كمان وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وكمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تناكحوا تكثروا فاني مباهي بكم الامم يوم القيامة وقال لك كمان النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وكمان عندنا الاجماع ان الامة الاسلامية كلها انعقدت على مشروعية النكاح والله وبقيت بتذكر من ورانا يا ابو جبل يا ابن اللاعيبة اللي انت قلته ده كله يبقى زي ما عرفنا من كلام ابو جبل دلوقتي ان النكاح مستحب ومشروع والادلة على كده من الكتاب ومن السنة والاجماع وبكده نقدر نخش بقى على احوال النكاح عزيزي الطالب احنا خدنا حكم النكاح في حد ذاته هو ايه؟ قلنا ان هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مستحبة ومحبوبة وقلنا الادلة على كده فهل يترى بقى هيتغير حكم النكاح ده بالنسبة لتغير احوال الشخص؟ اه دكتور الكلام ده تغير احوال الشخص؟ طب حتى لو هتتغير احوال الشخص هتتغير تبعا لإيه؟ يعني ايه المقياس اللي هتتغير عشانه؟ هقولك يا حبيبي احنا عندنا مقياس بنقيس عليه تغير احوال الشخص؟ ايه هو بقى؟ درجة الخوف من الوقوع في الزنا ولنفترض جدلا ان الدرجة بتاعتنا دي اخرها 100% فلو درجة خوف الشخص ده من الوقوع في الزنا بنسبة 50% يبقى كده في حالة اعتدال يعني هو لو ما تجوز مش هيقع في الزنا ولا حاجة فالنكاح في حق الراجل ده سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو درجة خوفه من الوقوع في الزنا وصلت معايا من 80% ل95% فالنكاح في الحالة دي في حقه واجب ويسموا الحالة دي حالة التوقان التوقان ده اللي هو الميل الشديد للجماعة طب يا سيدي الراجل ده طلع معتدل ودرجة الخوف من الوقوع في الزنا 50% مفيش اي مشكلة لكن طلع لنا عيب تاني ايه ده يا سيدي هو احنا نخلص من حاجة تطلع لنا حاجة تانية؟ ده الانسان ده عليه حاجات يا ساتر معلش يا سيدي الراجل ده طلع بقى بعد ما هو معتدل الا ان عنده حتة صغيرة قد كده ان هو خايف يجور ويميل على الزوجة اللي هو يتزوجها يجور يعني ايه يجور دي؟ يظلمها يعني باي نوع من انواع الظلم بقى ممكن يظلمها في النفقة ان هو مش قادر على الكسب مش قادر يشتغل ممكن يظلمها ان هو مش قادر يحقق لها الحقوق الزوجية بتاعتها ممكن يظلمها من ناحية المعاملة ان هو ما بيعرفش يتعامل مع النساء فهو قاسي جدا جدا في التعامل مع النساء وبالتالي الراجل ده في الحالة دي يبقى كده عنده ظلم وجور للمرأة فقولنا بقى ان النكاح في حق الراجل ده مكروه يبقى احنا عندنا احوال الشخص تبعا لدرجة الخوف من الوقوع في الزنا اما ان يكون معتدل خمسين الى خمسين واما ان يكون في حالة التوقع ان تبدأ معايا من ثمانين في المية لخمسة وتسعين في المية فيما فوق كمان وممكن يكون معتدل لكن ظهر لعيد تاني ان هو خايف يجور ويظلم هذه المرأة اللي هيتجوزها هادي يا سيدي موضوع احوال النكاح لحظة واحدة بس كده يا دكتورنا لحظة واحدة انت علمتنا ان احنا ما نقولش اي كلمة الا بدليل معلش انت كلامك فوق رصنا من فوق بس ايه الدليل على كلامك ده جدع برافو عليك ايها الطالب كويس جدا انك انت متعلم ان احنا اي كلمة ما نقولهاش الا بدليل تعالى بقى اديك الادلة على الكلام اللي احنا لسه قيدينه دلوقتي اول حالة تكلمنا عنها حالة الاعتدال في درجة الخوف من الوقوع في الزنا 50-50 وقلنا ان النكاح في حق الراجل ده سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل يا سيدي الادلة اللي قالها زميلنا ابو جبل من شوية في حكم النكاح ودليله والادلة دي بتأكد وبترغب على موضوع النكاح ايوا فعلا يا دكتور كلامك مزبوط بس خدني على قد عقلي كده الادلة اللي استدلي بيها زميلنا ابو جبل كانت كلها بصغط الامر واللي نعرفه ان الامر ده بيفيد الوجوب يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرني بامر يبقى لازم انفزه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لي واقيموا الصلاة وده كان امر وعلى اساسه ان الصلاة مفروضة علينا كذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الايام منكم تناكحوا وتكثروا كل الادلة دي امر والامر ده بيقتضي الوجوب ليه حضرتك بتقول لي سنة مؤكدة يعجبني فيك فلسفتك دي بس الفلسفة دي للاسف ما تنفعش في الدين تعالى فهمك الموضوع ببساطة هو فعلا الادلة كلها جاية بصيغة الامر لكن فيه في وسط الادلة دليل على ان النكاح ده مش واجب ومش فرض علينا وانما هو سنة ايه هو بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نكاح سنتي سمع نفسك كده سنتي يعني سنة هو سنة مش واجب ولا حاجة وكمان بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم اكدوا بقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني فعلق على ترك النكاح امر محذور وخطر انك انت متكنش من اهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لو تركت النكاح واضافة كمان ليك ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد طول عمره ومدة عمره متزوج يعني لما مات النبي كان على زمته التسعة من النساء اللهم بارك فده اقوى دليل على التأكيد ان هو بيأكد على موضوع النكاح لكن النكاح مش فرض ولا واجب ولا حاجة انما هو ايه سنة واما دليلنا بقى على الحالة التانية اللي هي حالة التوقان الميل الشديد للجماع درجة الخوف في الوقوع في الزنا بالنسبة 80% ل95% فيما فوق وده يا سيدي لان الراجل في الحالة دي اللي هي حالة التوقان بيخاف على نفسه من الوقوع في الزنا بل بيغلب على ظن ان هو يقع في الزنا يعني لو واحدة غمزت له كده ولا حاجة الراجل على تك ممكن يقع في الزنا بسهولة جدا فايه الحل وايه العلاج قالك انا جبت لك العلاج العلاج النكاح انك تتزوج فالنكاح هيمنعك من الوقوع في الزنا يبقى خد العلاج بقى وطالما ان النكاح ده هيمنعك من الوقوع في الزنا يبقى النكاح واجب لان الامتناع عن الشيء المحرم ده فرض عليه الامتناع عن اي شيء ربنا سبحانه وتعالى حرمه ده فرض عليه واما الدليل بقى على الحالة التالتة اللي هو الشخص المعتدل لكن ظهر له عيب تاني ان هو خايف يجور ويظلم المرأة اللي هيتجوزها طالما ان هو خايف من النقطة دي لو تزوج وظلم المرأة وجرع عليها هيأثم وبكده هيرتكب منهيات ومحرمات والقعدة عندنا بتقولك حكمت المحكمة حضوريا على ان الدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح الراجل مقدم ليش مصلحة الراجل والله يا اخي مقدم لي مصلحة الراجل فسد فسد ازاي ان هو بوض نفسية الست دي عيني ودمرها ودمر حياتها ففين المصلحة اللي قدمها لك مقدم لكش مصلحة يبقى درء المفسدة ان انا ابعد المفسدة عننا ده افضل عندي من جلب المصلحة يبقى تنعدم المصالح في حق الراجل ده لان هو محققهاش وترجحت المفاسد وفي الحالة دي بندرء المفسدة وده افضل عندنا من ان احنا نجلب مصلحة فعلشان كده قلنا ان النكاح في حق الراجل ده مكروه معلش يا دكتورنو انا كان بس ليا استفسار من باب الفلسفة يعني كده دلوقتي انت قلت الراجل ده لو اتجوز وظلم المرأة وجار عليها هيرتكب محرمات ومنهية يعني هيرتكب اثام مش كده يبقى النكاح في حقه حرام ليه ما قلناش حرامة وقلنا مكروه عندك حق احنا كان المفروض اصلا نقول ان النكاح في حق الراجل ده حرام لكن ظهر لنا شبهة يا حبيبي والله للأسف ان هو راجل معتدل وشروط النكاح متوفرة فيه فمجاز ليه وحلال لان هو يتجوز لكن عنده نقطة صغيرة ان هو خايف يجور على المرأة ويظلمها فهو كده هيعمل حاجة حرامة فبقى عندي جانب حلال وجانب حرام فخدت القدر اللي ما بينهم المشترك اللي هو ايه الكراهة ان هو مكروه يبقى النكاح في حق الراجل ده مكروه ودي يا سيدي الادلة اللي حضرتك كنت فايق وثلت تعالى بقى لحكمة مشروعية النكاح لا 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 سبها لنا دي بقى انت تاني يا ابو جبل طب يلا يا سيدي سمعنا بقى واطربنا كده يلا هقولك يا سيدي النكاح صراحة كده يعني ما شرع الا لتحصين النفس عن الوقوع في الزنا وان احنا ربنا يكرمنا كده ونخلف اولاد وبنات تعبد ربنا سبحانه وتعالى واتوحدوا وندخلهم كلية الدعا ولا كلية الشريعة ولا اي كلية شرعية ونخليهم دعاء الى الله ونكسب من وراهم حسنات ولا مستخسرينها فيا مستخسرينها فيا الحسنات يعني الله ينور عليك يا دي ابو جبل والله تستيل 65 من 60 يا ابو جبل يبقى صح كده زي ما قال زميلنا ابو جبل ان حكمة مشروعية النكاح هي ما شرع الا لتحصين النفس عن الوقوع في الزنا وان احنا اذا انجبنا اولادا وبناتا يعبدون الله عز وجل ويوحدونه حصلنا التواب ده وهي دي حكمة مشروعية النكاح ركن النكاح بقى ده كلمتين بساط جدا اجاب وقبول لان العقد لا يوجد الا بالاجاب والقبول مستحيل تلاقي عقد في الدنيا يكون فيه اجاب ومفهوش قبول او يكون فيه قبول ومفهوش اجاب لازم يكون الاتنين موجودين اجاب وقبول وعلى هذا الاساس اقدر اكلمك بقى على ما ينعقد به النكاح اللي هو الفاظ النكاح اللي بتتم بيها العقد ممكن ينفع فيه لفظين ماضيين بمعنى ايه ان يجي حماك يقولك زوجتك ابنتي يا حبيبي وتقوم انت كزوج ترد عليه وتقوله قبلت يا حماية يا عسد يا سكر انت وده ليه لان هو ما عملش العقد من ورانا وجي يقولك ان انا عملت عقد والكلام ده كله لا ده هو انشأ العقد في الحال وفي التو واللحظة لسه طازة لكن استعمل فيها هذه الالفاظ الماضية عشان دي الالفاظ اللي بنستعملها في العقود اللي زي كده نفس موضوع البيع والشراء انت لما تكي تبيع حاجة فبتقول للمشتري بيعتك مثلا هذه السيارة بكذا فهو هيقولك قبل فهذه الالفاظ بتيسر المعاملات وللحاجة والضرورة احنا استعملناها وممكن كمان نستعمل لفظين واحد مستقبل والتاني ماضي زي ما انت مثلا تقول الحماك زوجني ابنتك يا عمي وحماك يرد عليك ويقولك قبلت يا ابني يا حبيبي يبقى انت لما قلت له زوجني كده كأنك وكلت عنك في الزواج والوكيل بيملك طرفي العقد لان هو هيجوزك وكمان هيجوزك بنته يعني انت واخد الخير من اوسع ابوابه وزي ما استعملنا هنا لفظ التزويج كذلك ينفع كمان نستعمل لفظ النكاح ودي الفاظ صريحة في موضوع النكاح وكمان في الفاظ كناية الفاظ الكناية قالك ان كل لفظ بيدل على التمليك ينعقد به النكاح لان النكاح العبرة منه اصلا عبارة عن ايه عن عقد يفيد ملك احنا مش قلناك كم ده في التعريف فيبقى اي لفظ يفيد تمليك يصح وينعقد به النكاح طيب نيجي بقى لشروط النكاح شروط النكاح انت مكبر الموضوع او كده ليه ده هو شرط واحد بقولك ايه بقى انت مذاكر وهتتعبني شرط يا سيد النكاح ولا يهم شرط النكاح الوحيد هو الشهود وده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لا نكاح الا بشهود وقالك كمان حديث افضع من كده بيقولك ايه الزانية التي تنكيح نفسها بغير بينة يعني بغير شهود تخيل لو واحدة جوزت نفسها من غير شهود تبقى زانية والعياذ بالله طب الشهود دول عمين ازاي يا مسلم اي حد كده قاعد على الاهوة ومجيبه وقوله تعالى اشهد على العقد قالك لا والله بص الموضوع ده سهل جدا احنا عندنا في الموضوع ده قاعدة كده عايزين نقولها كل من ملك القبول بنفسه انعقد العقد بحضوره الكلام ده كبير على عقلنا اوى دكتور فهمنا الله رضيك يعامل موضوع سهل الراجل اللي يعد فقاعدة رجالة كده ويطلب بنت للزواج والراجل يقوله زوجتوك ها يقوله قابلت وعنده القدرة على كده يبقى خلاص اذا حضر كشاهد في العقد ينفع وينعقد العقد بحضوره وده ليه قالك لان والله بص الشهادة والقبول ده شرط من شروط صحة العقد فلو واحد توفرت فيه الشهادة وجبناه شاهد اعرف ان الراجل ده يملك القبول بنفسه يقول للراجل قابلت من غير ما حد يقول الكلمة دي بالنيابة عنه ولو راجل يملك القبول بنفسه يبقى ايضا ده من اهل الشهادة فهم الكلمتين دول ما بينفكوش عن بعض خالص دول اسقين في بعض كده لو واحد توفر في صفة منهم يبقى اكيد فيه التاني قالك كمان ومن صفات الشهود الاسلام يعني لما نيجي نشهد على زواج المسلمين ماينفعش نجيب كفرة تشهد على الزواج لازم يكونوا مسلمين قالك ولا تشترط العدالة يعني مش لازم يكونوا عدول هتفهم الكلام ده بعد شوية ما تشغلش بالك اوي والناس اللي هتتوفر فيهم الشروط دول ممكن يكونوا رجلين او رجل ومرأتين ايه ده؟ هو النساء كده عادي ينفع تشهد في عقد النكاح اه يا حبيبي مش شهدت في الدين مش ربنا سبحانه وتعالى قالك فان لم يكون رجلين فرجل ومرأتين ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى يبقى خلاص تشهد في النكاح عادي وآدي يا سيدي موضوع شروط النكاح عزيزي الطالب عزيزة الطالبة خدنا من شوية شروط النكاح وقلنا ان شروط النكاح دي كلها بتتمثل في شرط واحد بس اللي هو الشهود وقلنا صفات الشهود وقلنا ان من صفات الشهود الاسلام ولا تشترط العدالة وضد العدالة الفسق فلو سألتك سؤال دلوقتي وقلتلك ينفع الفاسق يشهد في عقد النكاح ولا ما ينفعش والله انا كطالب قبل مدل المسألة حكم فقهي لازم اعرف يعني ايه فسق وحضرتك ما قلت ليش يعني ايه فسق يا راجل انا ما قلت ليش يعني ايه فسق لا حضرتك ما قلت ليش يعني ايه فسق الفسق يا سيدي او الفاسق هو من يخرج عن طاعة الله عز وجل يخرج عن طاعة الله عز وجل ازاي ربنا سبحانه وتعالى امرك بامور تعملها ونهاك عن حاجات ما تعملهاش فيجي الفاسق على الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى قال نعملها هو ما يعملهاش والامور اللي ربنا سبحانه وتعالى قال من يعملهاش هو يعملها او ممكن نقول ان الفاسق هو مرتكب الكبيرة يعني زاني قاتل سارق شيء من هذا القبيل يعني أو ممكن نقول أن الفاسق هو المصر على الصغيرة بيشرب سجاير ومش عايز يتوب منها بيشتم شتايم كتير جدا بذيئة كالدبكت بالإبل شيء من هذا القبيل برضو هو ده يا سيدي الفسق أو الفاسق وارجع واسألك تاني نفس السؤال ينفع الفاسق يشهد في عقد النكاح ولا ما ينفعش والله بعد ما فهمت كلمة الفاسق أو الفسق يا دكتور أقدر أقول لحضرتك أن احنا قلنا في صفة الشهود الإسلام ولا تشترط العدالة يعني لو جلنا واحد فاسق يشهد في عقد النكاح مفيش مشكلة مش هو قال ولا تشترط العدالة مظبوط كلامك صح جدا لكن زي ما تعودنا أن احنا ما بنقولش حاجة إلا بدليل أو سبب مقنع فإيه دليلك أو إيه أسبابك اللي خلتك تقول أني وجوز والله يا دكتور اللي ما فهمته من جملة الإسلام ولا تشترط العدالة أقدر أقول لحضرتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بشهود وما فصلش يعني ما قالش لا نكاح إلا بشهود عدول وحدد العدول عشان هو لو حدد العدول يبقى أكيد مش ينفع أن يكون فاسق لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده هو قال لي بس لا نكاح إلا بشهود آه جميل جدا فعلا كلامك مصبوط إيه تاني وكمان يا دكتور إحنا قلنا قعدة في موضوع الشهود وقلنا أن كل من يملك القبول بنفسه ينعقد العقد بحضوره ومش معنى أن الفاسق ده فاسق يبقى كده خلاص لا يملك القبول بنفسه لا هو لا صغير ولا مجنون ولا سفيه هو يملك القبول بنفسه عادي جدا يبقى ينفع في الشهادة والله يا ابني كلامك زي الفل في عندك حاجة تاني آه نقطة أخيرة برضو عايز أقول لحضرتك عليها إن الفاسق ده برضو غير مسلوب الولاية يعني محدش سلب منه الولاية ولا حد ولي عليه هو ولي على نفسه فهو زي بالظبط ما قلنا أنه يملك القبول بنفسه نفس الموضوع محدش برضو ولي عليه ولا بيتصرف مكانه أو بالنيابة عنه فيبقى كده حتى تنفع في النكاح لا لا والله عجبني دماغك جدا والأسباب اللي أنت قلتها منطقية قوي عندك حاجة تاني لا والله هو ده بقى اللي قدرت أفهمه من جملة الإسلام ولا تشترط العدالة طيب يا سيدي جميل أوي في معلومة بقى عايزة تفهالك ليك وللزمن دلوقتي إحنا لو عزمنا حد في الفرح وقالنا تعالى بالمرة اشهد على كتب الكتاب والراجل ده بقى فايق كده ورايق وقاعد مركز في الفرح ومركز في كل تفاصيل قاعد عمال يعمل للفرح ده والليوت في عقله فالراجل ده لو أنا جيت في وقت من الأوقات وقلت له يا فلان تعالى أشهد إن فلانة جوزت فلان حييجي الراجل ويحكي لك تفاصيل الفرح من أول والآخر ليه؟ عسن هو كان قاعد واخد باله جدا جدا من كل تفاصيلة بتحصل في الفرح فالراجل ده لما كان حاضر الفرح وشهد على عقد النكاح ده بنسميها تحمل تحمل يعني إيه؟ يعني هو قاعد عمال يحمل تفاصيل الفرح ده في عقله واخد باله من كل حاجة وشايف كل حاجة والموضوع ده كله بيقوم على المشاهدة بس ولما أنا جيت قلت له يا فلان تعالى أشهد إن فلانة جوزت فلان أو فلانة جوز فلانة وجيه الراجل يشهد ويحكي بقى الحاجة اللي حملها في عقله وشافها بعينه ده اسمه أداء إعلاقة الفاسق بقى بالخصة دي كلها إن هو عنده القدرة كويس جدا جدا في موضوع التحمل أنا مش عايزه إلا في موضوع التحمل إن هو لما يعد في الفرح ويشهد على عقد النكاح هو كان شايف كل حاجة واخد باله من كل تفصيله في الفرح وفي العقل إنما أنا مش هستخدم الفاسق في الأداء وأجيه أقول له تعالى بقى اشهد إنك انت كنت في الفرح وإنك انت شفت كذا وكذا وفلانة جوزت فلانة وده ليه عشان قاطر الفسق اللي هو فيه ده بمثابة تهمة عنده يعني نقول كده الراجل ده زاني مثلا أو سارق أو هو أصلا ما يعرفش حاجة اسمها ربنا فمش تفرق معاه بقى يشهد زور أو مش هيشهد زور دي حاجة بالنسبة له عادية فإحنا في وقت الأداء مش هنجيب الفاسق لكن أنا في الموضوع ده كله مش عايزه إلا إن هو يرى ويشاهد ويعاين الحادثة والواقعة بس كده يا مسلم وعايز أديك بقى ملحوظة أخيرة إنه حيبقل بعقد النكاح لما نعمله إحنا مش هنجيب الراجل اللي يشهد على العقد ويقول له تعالى كده بس هتلي صورة بطاطك وهتلي شهدة الميلاد وهتلي فيش جنائي مش عارف منين وهتلي ست صور وبتاع مستحيل يحصل كده إحنا اللي بييجي يشهد على عقد النكاح عايزين واحد يشهد بس وخلاص ويشاهد الواقعة والحادثة مش عايزين لصبي ولا عايزين مجنون ولا حد سفيه ولا حاجة من الكلام ده كله فما تجيش تقول لي بقى لازم يكون عدل طب ما هو ممكن يكون عدل قدامك بس لكن عند ناس تانية وفي مكان تاني هو فاسق ابن ستين في سبعين فالموضوع ما بيتخدش كده الموضوع في الأول والآخر هو راجل عاقل بالغ رشيد عنده القدرة إن هو ياخد باله من تفاصيل الواقعة دي كويس جد يبقى عقد النكاح وانعقاد النكاح مش هيتوقف على من تثبت شهادته مش هيتثبت يعني أول موضوع الشهادة ده زي بالضبط ظاهر العدالة وباطنه فاسق يعني هو قدامك ظاهر العدالة وراجل بس قمّا لكن عند ناس تانية وفي مكان تاني هو راجل فاسد فاسق ابن ستين في سبعين وادي يا سيدي موضوع شهادة الفاسق في عقد النكاح بكل تفاصيل تعالى بقى نشوف حكم الأعمى في الشهادة على عقد النكاح ينفع الأعمى يشهد على عقد النكاح ولا ما ينفعش والله أنا شاف إن هو ينفع عادي جداً الأعمى يشهد على عقد النكاح دليلك ما تتكلمش من غير دليل إحنا اتفقنا على كده عشان هو من أهل الشهادة يعني الراجل بالغ وعاقل يملك القبول بنفسه ما حدش ولي عليه من أهل الشهادة فبالتالي يشهد على عقد النكاح المشكلة أيوة كده مصبوط كلامك بيقولك كمان لو حتى القاضي حكم بشهادة الأعمى ده يجوز ليه؟ لأن القاضي ده مكتهد إن اكتهد فأصاب فله أجران وإن اكتهد فأخطأ فله أجر فهو كده كده مكتهد ولو خد بشهادة الأعمى ده عادي لا إشكال فيه كده يجي بقى الإمام مالك يخش علينا كده ويقولك يجوز شهادة الأعمى في عقد النكاح عادي إحنا عندنا في المذهب المالكية نجوز شهادة العميان عادي جدا إيه المشكلة يعني؟ ويجي لنا الإمام أبو يوسف برضو يخش علينا كده ويقولك أنا أجزلك شهادة العميان ده في حالة واحدة بس لو هو حضر عقد النكاح ده وهو شايفه بعينه وكان بيشوف مش أعمى ولا حاجة بعد كده بقى يعمل حدثة يحصل له حاجة يتعمي دي مش مشكلتي قصتي كلها إن هو يحضر عقد النكاح وهو شايف طب يا فضلت الإمام هو لو كان الأعمى ده من أهل الشهادة بالغ عاقل رشيد يملك القبول بنفسه والي على نفسه محدش خد الولاية منه ما تجوز شهادته برضو في النكاح والله لو كان من أهل الشهادة يبقى زي وزي البصير بالظهر لاجل حاجة واحدة بس عشان هو يملك القبول بنفسه الرجل طالما يملك القبول بنفسه خلاص نعمله معاملة البصير ونعمله إن هو من أهل الشهادة ويجوز شهادته مفيش مشكلة عنه يلا مش فرق ويبقى زي معرفنا كده شهادة المكفوف أو الأعمى في النكاح إن هو يجوز شهادة الأعمى في النكاح وينعقد النكاح بشهادته وكذلك قوى الإمام مالك وأبو يوسف أضف لنا حاجة بس بيقول إن هو لو حضر عقد النكاح وهو شايف وبعد كده تعمى هيبقى زي وزي البصير بالظبط في شهادته وينعقد بي عقد النكاح وكمان أفهم من كلام أبو يوسف إن لو كان مع الأعمى ده واحد بيخدمه يعني أو هو اللي بيدله وبيرشده وماشي رايح جاي معاه وحضر معاه عقد النكاح ده بنعامل الأعمى زي معاملة البصير بوجود الرجل ده ونفس الكلام اللي قال الإمام أبو حنيفة وباقي الأصحاب إن الأعمى من أهل الشهادة وينعقد النكاح بشهادته برضو أبو يوسف قال كده إن هو طالما من أهل الشهادة فبنعمله كالبصير بالظبط وبالتالي ينعقد بشهادته عقد النكاح وأخيرا بقى معنا حكم شهادة المحدود في القذف حد القذف وموضوع القذف ده أكيد أنت عندك معلومة عنه لا والله مش قد كده مش فاكر ما تفكرنا كده بحاجة منه القذف يا سيدي إن الراجل يقول لصحبه يا زاني أو يقول له يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية والعياذ بالله وخد بالك نفس الموضوع بينطبق على المرأة برضو لو هو قال للمرأة أو المرأة قالية لصحبتها أو للكصة بتاعتنا دي كلها ياه أول الكلام ده بيسمونه قذف أنا أول مرة أسمع كده بصراحة أنا بسمع الكلام ده من ناس وحشة كتير أو في الشوارع بيقول بعض بس ما كنتش أعرف إن ده قذف بس ده عليه عقوبة الكلام ده عقوبة بس ده عليه بلاوي أول عقوبة تمانين جلدة يجلد اللي يقول كده تمانين جلدة وما نقبل له الشهادة أبدا لا نقبل له شهادة أبدا وكمان يكون فاسق قال لك وأولئك هم الفاسقون فالراجل ده عندنا بقى في موضوع عقد النكاح قال لي والله شهادته متوقفة على حاجة واحدة بس يتوب يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى من المصيبة اللي عملها دي في الحالة دي أقبل شهادته ويبقى زيه زي البناء أدمين العاديين جدا ولو الحاكم أو القاضي قضى بشهادته دي جاز وفيش أي مشكلة طب ولو ما تبش وعمل كده كتير وشتم ناس كتير بالألفاظ دي يبقى في الحالة دي أقبل شهادته في النكاح برضو والله بقى لو ما تبش ده يبقى إنسان فاسق وإحنا خدنا حكم شهادة الفاسق يبقى هنتعامل معاه معاملة الفاسق وهينطبق عليه حكم فاسق في الشهادة على عقد النكاح